بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في هذا المؤتمر الإعلامي الرابع والخمسين والذي يعقد اليوم الخميس الموافق سبعة من شهر مايو لسنة 2020 ويبث هذا المؤتمر مباشرة من وزارة الصحة في دولة الكويت ما زالت الجهود العالمية مستمرة في محاولة إيجاد العلاج الأمثل والذي يمكن استخدامه والاعتماد عليه ضمن الخطة العلاجية للمصابين بمرض كوفيد-19 هذه الجهود قد تكون فردية أو عبر المراكز العلمية أو الجامعات ضمن جهودها في البحث العلمي ومنظمة الصحة العالمية أطلقت حقيقة هي وشركاؤها في هذا المجال في مجال العلاج فيما يعرف بتجربة التضامن السريرية وهي لهدف التوصل لعلاج لمرض كوفيد-19 تجربة التضامن تقوم على مقارنة أربع خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد حتى يتم تقييم الفعالية النسبية لكل خيار من هذه الخيارات العلاجات في معالجة كوفيد-19 العلاجات التجربية حتى الآن وحسب توصية منظمة الصحة العالمية والتي ستشمل في التجربة السريرية هي ريمدسفير ولوبينافير وريتونافير كذلك لوبنافير وريتونافير بالاقتران مع الانترفيرون بيتا 1A وكلوروكوين أو الهايدروكسوكلوروكوين هذه العلاجات التي سوف تستخدم والبعض منها يستخدم وتهدف هذه التجربة حقيقة إلى التوصل إلى نتائج سريعة بشأن أي الأدوية يبطئ تطور المرض أو يحسن فرص البقاء على قيد الحياة ويمكن إضافة عقاقير أخرى حسب ما يتوفر من بيانات في هذا المجال يشارك في هذه التجربة العالمية تجربة التضامن السريرية الدولية أكثر من 90 دولة حول العالم وانطلاقا من توصيات معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسر الصباح وسعادة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وبجهود حثيثة حقيقة من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر شرعت الوزارة في إجراءات المشاركة في هذه التجربة العالمية والتي تقوم بها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لتنضم دولة الكويت لهذا الركب العلمي العالمي في سبيل التوصل لعلاج لهذا المرض المتفشي عالميا وحقيقة الحديث عن العلاجات والأدوية يقودنا إلى تساؤل مهم دائما ما يطرح ونسأل عنه وهو هل صحيح أن الدواء هايدروكسيكلوركوين والذي يستخدم في علاج الملاريا كما له استخدامات أخرى من شأنه معالجة الإصابة بفيروس سارس كوفتو أو حتى الوقاية منه؟ حتى الآن ووفقا لما تنشره منظمة الصحة العالمية لا يوجد حاليا أي دليل على أن هايدروكسيكلوركوين أو أي دواء آخر من شأنه معالجة كوفيد-19 أو الوقاية منه وأن أي استخدام خاطئ لهذا الدواء من شأنه أن يؤدي لآثار جانبية خطيرة جدا حتى الآن لا يوجد أي دواء محدد بعينه مصابه للوقاية من فيروس كورونا سارس كوفتو أو حتى علاجه ومنظمة الصحة العالمية وشركائها حاليا كما أوضحنا يقومون بالتنسيق لتطوير وتقييم الأدوية اللازمة لعلاج مرض كوفيد-19 وذلك عبر تجربة التضامن السريرية سؤال آخر دائما يتكرر كذلك وهو هل المضادات الحيوية الأنتي بايتوكس فعالة في الوقاية من كوفيد-19 وعلاجه المضادات الحيوية تستخدم في القضاء على البكتيريا والمسبب لمرض كوفيد-19 هو فيروس وليس بكتيريا والمضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروسات ومع ذلك قد يستخدم المضاد الحيوي من قبل الفريق المعالج إذا ما صاحب مرض كوفيد-19 عدوى بكتيرية مصاحبة للعدوى بفيروس سارس كوف 2 وما زال الحديث في نطاق الأدوية وحول تحديث لخدمة توصيل الأدوية للسادة المراجعين من صيدليات المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والمراكز التخصصية في منطقة الصباح الصحية وتوصيلها إلى المنازل وبواقع 22 صيدلية موزعة في جميع محافظات البلاد وهذه الخدمة انطلقت منذ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 حيث بلغت عدد الوصفات التي تم توزيعها الوصفات الطبية من الأدوية التي تم توزيعها عبر خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل بلغت أكثر من 23273 وصفة طبية من الأدوية تم توصيلها لمستحقها حقيقة انطلقت الخدمة والتي تقدمها وزارة الصحة في هذه الظروف الاستثنائية منذ 6 أسابيع وبمشاركة وتعاون مثمر من الإدارة العامة للإطفاء حيث سخرت الإدارة حتى الآن 200 سيارة نقل لاستخدامها في توصيل الأدوية وبمشاركة عدد 400 من رجال الإطفاء يشاركوننا في تقديم هذه الخدمة الأمر الآخر وهناك ملاحظة خلال الأزمات يكون الكثير من الناس في حالة تأهب وانتظار لأي خبر سواء كان خبر إيجابي أو خبر غير ذلك ووجود التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل المختلفة تعجل من انتشار أي خبر قد يطرح على الساحة ولا يمكن القاء اللوم على هذه الوسائل فحسب فهي بالنهاية أداة ونحن من نقوم بملئها بمعلومات هذه المعلومات قد تساعد وتثري وتشجع الغير وتحفظ المجتمع أو معلومات قد تثير الشكوك بين الناس والخوف والهلع وأنا أعني تحديداً المعلومات التي تخص الوضع الصحي في البلاد وتخص القائمين على المنظومة الصحية وزملائهم في الوزارات والجهات المختلفة والجهات المتطوعة ضمن منظومتنا الوطنية في مكافحة هذا الوباع وكثير حقيقة من الأخبار غير موثقة قد يمتد أثر الرعب الذي تتركه إلى أهالي إخواننا وزملائنا المرابطين والساهرين على راحة وصحة وسلامة المجتمع ودعوني أقول أكثر صراحة نحن نتفهم من يتسابق في نشر الأخبار السرة والتي تدعو للتفائل وإسعاد الغير لكن لا نجد تفسيرا لمن يتسابق في نشر الأخبار المروعة لا سيما أخبار الوفيات والإصابات ومع ذلك تكتشف أنها أخبار غير صحيحة ولم نجني منها غير إرباك الطواقم وتخويف الأحالي من الضروري جدا أخواننا وعزائنا المواطنين والمقيمين الكرام أن نتحرد دقة في النقل والنشر لا سيما في هذه الأيام واستقاء المعلومات الموثقة من مصادرها معركتنا ليست مع الفيروس فحسب وإنما هي مع المعلومة المغلوطة كذلك ننتقل الآن إلى إحصائية حالات الشفاء ومراكز الحجر الصحي المؤسسي حيث بلغت مجموعة عداد حالات الشفاء في دولة الكويت عدد 2381 حالة شفية ولله الحمد وقد تم تسجيل عدد 162 حالة أعلين شفاؤها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بالنسبة لمراكز الحجر الصحي بلغ مجمل عدد من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الفترة المحددة للحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية واستفاء سائر الإجراءات المؤتمدة لذلك بلغ عددهم 165 شخص على أن يستكمنوا فترة لا تقل عن أربعة عشرين في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي كذلك وفيما يخص آخر إحصائية لحالات الإصابة في دولة الكويت ففي الأربعة وعشرين ساعة الماضية ثبتت وتأكدت إصابة عدد مائتين وثمانية وسبعين حالة بمرض كوفيد-19 والذي يسببه الإصابة بفايروس كورونا سارس كوفيد-2 خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية لم يتم رصد أي حالة مرتبطة بالسفر الحالات التي رصدت وهي مائتين وثمانية وسبعين حالة هي حالات ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وحقيقة الفرق الوقائية تقوم بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من بين الحالات التي رصدت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ثمانين حالة لمقيمين من الجنسية الهندية وستين حالة لمواطنين كويتيين وواحد وأربعين حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية وأربعة وثلاثين حالة لمقيمين من الجنسية المصرية أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة بالنسبة لحالات اليوم التي أعلنت والتي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلى منطقة صحية سجلت بها أعداد للإصابات هي منطقة الفروانية الصحية بواقع 97 حالة ثم منطقة حوالي الصحية بواقع 56 حالة و55 حالة تم رزدها في منطقة الأحمدي الصحية و50 حالة في محافظة العاصمة وتعد منطقة الجهراء الصحية أقل منطقة رصدت بها حالات الإصابة فقد رصدت 20 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولو ننتقل ونتكلم على مستوى المناطق السكنية فالحالات الـ 278 التي أعلنت اليوم منها من الحالات الـ 278 40 حالة رصدت في منطقة الفروانية و26 حالة في منطقة جليب الشيخ و20 حالة في منطقة السالمية و15 حالة في منطقة المهبولة و15 حالة في منطقة حوالي و14 حالة في منطقة خيطان هذه كانت أكثر المناطق التي سجلت بها إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 6567 حالة بلغ مجموعة عداد حالات الشفاء ولله الحمد 2381 حالة أما فيما يخص العناية المركزة هناك 91 حالة 52 حالة مستقرة و39 حرجة وقد جرى تسجيل حالتي وفاة وحالات الوفاة كانت نتيجة من مضاعفات الإصابة بفايروس كورونا سارس كوف 2 وتوفيت نتيجة مضاعفات المرض حيث كان كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة نسأل الله لهم وللجميع الرحمة المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية من خلال الطواقم المختصة بلغ مجموحها 4142 حالة نسأل الله الشفاء والسلامة واللطف للجميع الشكر موصول لكم وسيجعل الله بعد عسري يسرى